ادعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مراجعة صريحة وشاملة تشخص بدقة أسباب عدم التوصل إلى صيغ مستدامة تحلح له الأزمات العالقة في عدد من دول المنطقة ولفت سموه إلى ضرورة إعادة التفكير بشكل جدي وحاسم في بنية الآليات الدولية لصنع القرار بما يطرح حلولا ناجعة ومستدامة للأوضاع الراهنة وما نتج عنها من مضاعفات جسيمة أبرزها التصاعد المقلق لمظاهر التطرف والتكلفة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحديث وأشار سموه إلى أنه من المؤسف اليوم رؤية نتيجة عدم قدرة الجهود الدولية على عدم التوصل لحلول إزاء عدد من التحديات في المنطقة ومن أبرزها سوريا مما أمعنا في تعقيد الوضع الإنساني ليشكل عدد النازحين السوريين خمس المجموع الكلي لأرقام النازحين دوليا جاء ذلك في حفل افتتاح منتدى حوار المنامة في نسخته الحادي عشر حيث رحب سموه بفخمة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الحفل كما رحب سموه بالمشاركين في هذه المنصة الحيوية معربا عن تطلعه في أن تثمر جلسات المؤتمر الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن تواصل بناء بين المسؤولين الدوليين والإقليميين يقدم اسهاما ملموسا فيما يتعلق بأوضاع المنطقة وقال سموه أن الاستقرار والأمن عاملان يدفعان بتنمية الأوطان قدما كونهما لا ينفصلان عن معاني التعايش والتآخي والاحتفاء بالتنوع كميزة إيجابية مما يشكل الأرضية المناسبة لترسيخ الأمل وخلق الفرص ومواصلة النماء مؤكدا سموه أن نموذج الحضارية في مملكة البحرين الذي تبنى هذه المبادئ بأنوااء ما بين روح الإسلام السمحة والنهج الوطني الجامع هو أساس للقوة والمنع وحماية الوطن من الويلات التي مرت بها بعض الشعوب في المنطقة وأضاف سموه أن المشروع الإصلاحي الذي تتواصل خطاه بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة جعل هذه المبادئ أركانا ترسخ المكتسبات الوطنية وتعمل لتحقيق المزيد منها عبر الإدراك الواعي لضرورة توظيفها في جميع نواحي الاستمرار بتعزيز مخرجات التطوير والتقدم وفيما يتعلق باليمن الشقيق قال سموه إن مملكة البحرين أدركت أهمية المشاركة الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ الشرعية والسيادة في اليمن الشقيق وذلك بعد التدرج في الخطوات الدبلماسية التي شملت المبادرة الخليجية والحوار اليمني والقرار الأممي 2216 وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين ثابتة على موقفها من دعم جهود التحالف الدولي بما يحفظ استقرار اليمن والمنطقة ككل وفي موازات ذلك ترحب بأي تقدم جاد على مستوى الجهود الدبلماسية فيما يتعلق بهذا الملف ونوه سموه بمضمون كلمة فخامة الرئيس المصري التي تعكس حجم الدور المصري في المنطقة والوعي بقضاياها وأولوياتها إذ تناول فيها الوضع الإقليمي الدقيق وأهمية التصدي له بمحاربة قوى التطرف والإرهاب وفي نفس الوقت التحرك بجدية لتحقيق حلول سياسية حقيقية مستعرضا ما هي أدوات الحفاظ على الدولة الوطنية بما يتجاوز الجوانب العسكرية والأمنية ليشمل بشكل أوسع الجوانب التنموية اقتصاديا واجتماعيا كسبيل لترسيخ أسس الاستقرار ولمخاطبة التطلعات المشروعة في التغيير الإيجابي وأشار سموه إلى أهمية ما ذهب إليه فخامة الرئيس فيما يتعلق بترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وحمايته وتركيز فخامته على أهمية تحقيق أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية تنظم العلاقة بين الشعوب والحكومات بما يجعل الدول أمام مسؤولياتها إزاء مواطنيها وجوارها الإقليمي والصعيد الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر